من مدينة عريقة عبر التاريخ إلى أنقاض مدمرة شبه خاوية هذا هو حال القصير المتاخمة للحدود اللبنانية مدينة لها حكاية مختلفة بعض الشيء عن باقي المدن السورية عنوانها بوابة تدخل حزب الله في سوريا حزب الله المساند لنظام الأسد الذي دمر المدينة وهجر أهلها بشكل كامل ومنعهم حتى اليوم من الرجوع إليها إلا نسبة ضئيلة جلهم من الأطفال أو الرجال ممن يزيد أعمارهم على خمسين عاما أما بالنسبة للشبان فلا يوجد منهم أحد تقريبا الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 95% من سكان القصير لا يستطيعون العودة إليها منذ سبع سنوات وحتى الآن وأما من عادوا فجلهم موظفون حكوميون أو أشخاص محسوبون على النظام اشترطت لعودتهم موافقة ميليشيا حزب الله المسبقة عقب قيام جهات تابعة للنظام بعملية التحقيق الأمني من أسمائهم يقول النظام عبر شاشاته ولمواليه إنه يسيطر على القصير لكن الحقائق على أرض الواقع مختلفة تماما فحزب الله هو المسيطر الفعلي والآمن الناهي في المدينة ليس على من تبقى من الأهالي فحسب بل حتى على ضباط وعناصر النظام أنفسهم أيضا موسيقى